اشتركوا في القناة هي تقريباً الطريقة العيدية لكل البشر يلعبون فيها الرايد ما يحتاج أن يقول أكثر من كذا ولكن برضو راح يشرح لكم التحدي باختصار طيب التحدي يبدأ من أول ما تبدأون الرايد أول ما أحد فيكم يكسر الكريستالة لفوق البوس من هنا يبدأ التحدي على طول طيب التحدي باختصار يا شباب أن البوف اللي جاكم اللي هو بوف اللوسينج لازم ما تخسرونه أبداً يعني لازم باختصار ما ترجعون تكسرون الكريستالة لفوق راس البوس مرة ثانية مهما سار في الرايد أو في الانكاونتر هذا كامل التحدي هذا هو باختصار فراح تشوفونا قدامكم أنه إحنا قاعدين ناخذ من أول ما بدأنا أن أخذنا الكريستالة من فوق راس البوس إلى أن وصلنا إلي أن نوصل عند الدمج فيز ما إحنا قاعدين نخسر البوف وقعد أريكم الطريقة كيف إحنا خلصناها بطريقة سهلة جداً إحنا لعبناها بطريقة مضمونة عشان ما يكون فيها توتر وعشان ما يكون فيها استفزاز يعني باختصار عشان ما يكون فيها شويتين يعني كيف أقول لكم نسيان لما نجي نعطي البفات ولما نجي نودع البوف ولكن باختصار طريقتنا إحنا كانت باختصار ثلاثة أشخاص هم المسؤولين فقط عن البوف واللي هم يدعون اللي هم ثلاثة أشخاص هده اللي هم المسؤولين واحد منهم راح يأخذ البوف في البداية بعدها راح يوزع للاثنين اللي معاه وراح يكونوا كل واحد منهم ماسكيمين أو يسارة على حسب المنطقة اللي انتم حابين توزعون فيها بعدها يا شباب الشخص الثالث اللي معاكم اللي ما معاه البوف هو اللي راح يعطيكم وين تودعون البوف واحد منكم بس هو اللي يحسن البوف عشان يقدروا يودع الثاني يروح يوزع البوف مرة ثانية هذه الطريقة اللي احنا لعبنا فيها وشفنا انه طريقة الأنسب عشان نضمنها ما يكون فيها أي لخبطة ما نقول فجأة انه ليش عندنا البوف مثلا شخصين عندهم بوف فالمفروض طب ليش شخصين معاهم بوف ليش ثلاثة شخاص معاهم بوف عشان ما يكون فيه أي توتر في هذا الموضوع لعبناها بطريقة جدا جدا مضمونة اللي هي ثلاثة شخاص البوف يتوزع على شخصين شخص يودع وشخص الثاني يوزع هذه الطريقة اللي احنا لعبنا فيها الانكانتر الأخير عشان نضمن بس التشالنج ونضمن برضو زي ما قلت لكم من غير أي توتر وصراحة كنا قاعدين نلج فعليا فعليا كنا قاعدين نسولف ونضحك وإحنا قاعدين نلعب الريد ولكن على بالنا حتى التشالنج من الأساس فزي ما شايفين طلعنا بعد ما خلصنا من يعني تقريبا دامج فايز الأول بعدها سوينا نفس الشي وراح ترجعون تشوفون الحين نفس الشي تكرار مرة ثانية أنا آسف إنه راح تشوفون المقطع شويتين طويل وراح أكرر لكم نفس الشي وراح تشوفون إنه إحنا قاعدين نسوي نفس الشي من البداية ولكن الانكاونتر كله يعتمد على المنطقة هذي فما أقدر أحط لكم أي شي ثاني ما لا دخل في الشالنج فحبت بس إنه أوريكم الشالنج باختصار وكيف تخلصونا بطريقة جدا جدا سهلة برضو يعني بما إنكم راح تسوون الشالنج بحق الريد مرة واحدة راح تضمنون إنكم راح تخلصون الشالنج الأسبوعي اللي طالب إنكم تخلصون واحدة من شالنجات الريد بالإضافة إنكم تجيبون واحدة من الأسلحة حق الكرافتينج حق الريد باختصار لما تجيبون واحدة من الأسلحة تكون مفتوحة عندكم يمديكم تسوينها كرافتينج خلاص كنتم طمنتوا الشالنج الأسبوعي ويمديكم تخلصونا ورح تشوفون الشي هذا أنا راح أخلصه مجرد إن نحن نخلص الدمج الفيز أو مجرد إن نحن نذبح البوس راح تشوفون عندي تشالنجين راح يطلعون لي أو ترايمين راح يطلعون لي الأول راح يكون حق الشالنج الأسبوعي والثاني راح يكون حق الانكاونتر حق البوس إن نحن خلصنا الانكاونتر هذا بالشالنج حقه طيب راح أطيكم نبذة بسيطة شباب عن الريد عامة والشالنجات حقتها باختصار دامن نحن لعبنا كل الانكاونترات ولعبنا كل الشالنجات الموجودة في الريد على البل من مقطع يمشي وتشوفون أنتم قدامكم باختصار أصعب شالنج إلى الآن موجود أنا من نسبة لي أنا أشوف أنه الشالنج حق الانكاونتر الثاني لأنه هو الوحيد اللي ياخذ وقت ولو ما معاك تيم مرة مرة كويس فيه أنهم يستنون البوس راح تصير فيه جدا جدا مشاكل بأنه البوس راح يصير في النص قبل أنتم تدعون التسعة علامات اللي عليكم فأنا من نسبة لي هذا يعتبر هو أصعب شالنج رغم أنه يعتبر برضو بسيطة المرة سهل ولكن أنا أشوف أنه يعتبر أصعب شالنج بمقارنة بالثلاثة البقين هو فعليا يعتبر أصعب شالنج في الانكاونتر الثاني ومع كده أنا أشوف أن الريد كله على بعضها سهل بالشالنجات اللي فيه جدا جدا سهلة ما فيه صعوبة إلى الآن ولكن الأسبوع الجاي راح يبدأ الماستر في الريد وراح نشوف إيش اللي راح يصير في الماستر الله يعيننا عليه لأنه في الماستر في العادة دايما الآدز يكونون أقوى الشامبينز يكونون أكثر فنقوى نشوف إيش راح يصير في الماستر فالله يعيننا عليه واللي حابين أن يجيبون السيل أنتم مضطرين أن يكون تخلصون كل الشالنجات الأربعة مرة ثانية على مدار الأربعة سابيع الجاية عشان تقدرون تخلصون السيل يا حلوين طيب هذا من نسبة للشالنج الأسبوع الشالنج حق الريد والريد عامة يعني صلفنا شوي تاني عن الريد برضه في نفس الوقت أنا ممين أنتم زي ما شفين وصلنا لنهاية الريد خلاص ما بقى شيء من نذبح البوس راح تشوفون أنه أول ما ذبحنا البوس راح يرسمون لكم اللوت اللي راح يطلع لكم من الرمح حق البوس وفي صندوق راح يرسم fuerte معكم الصندوق هذا هو حق التشالنج بالإضافة لكم لو كنتم قاعين تسوون العلامات الثلاثة عشان يطلع لكم صندوق اللي يطلع لكم سلاح أحمر فراح يرسم cargo لكم ثلاثة أشياء في نفس الوقت صندوقين واللوت اللي راح يطلع لكم من الرمح حق البوس الآن زي ما انتم شايفين راح تشوفون أن البوس مجرد أنه مات راح يطلع لي لوت من الرمح اللي مات فيه الرمح حق اللي موجود على الأرض وزي ما انتم شاهدين اللوت طلع علي من الرمح ولوت طلع عليه من الصندوق الصندوق هو اللي طلعلي اللوت حق الشلنج طيب شباب هنا وصلنا على نهاية المقطع آخر شي حاب نقول يا شباب أتمنى للمقطع يكون عجبكم ونال على رضاكم لاتنسون لكم تنشرون المقطع عشان الكلي يستفيد والكل يعلم كيف يخلص الشلنج آخر شي حاب نقول يا شباب اليمون مشتركين في قناة تمنى لكم تشتركون وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي مع السلامة